الآن العلة وين؟ العلة بالقانون بالنص العلة القائمون على التفسير العلة بالقوى والكتل السياسية التي تريد يعني بيئة القانونية الرخوة إلى الحد الذي تتقاتل أو تتصارع فيما بينها البين أم أكو أشياء بالكواليز غير مفهومة؟ العلة بالمشرع المشرع لا يجيد ضبط إيقاع تشريعات القانونية بحيث لا تحتاج إلى تأويل آخر أو إلى تفسيرات في الدستور في المادة 76 احتجنا إلى تفسيرات في المادة 45 الآن أيضا نحتاج إلى تفسيرات ذلك لقلة خبرة المشرع ولوجود إرادة سياسية تتدخل في أكثر التشريعات النظمة للعدالة الانتقالية مثل قانون الانتقابات وغيرها وبالتالي متى ما استطعنا أن نعزل التشريع عن الإرادة السياسية حتى لا تملي عليه ولا تفرض عليه مزاجها مصالحها أهواءها سنذهبها في كل الدول ما يحدث اللي يحدث بالعراق يعني في كل الدول يعني مقصودة لو قلة خبرة باختصار أستاذ باسم بالتشريع قلة خبرة والإرادة السياسية مقصودة لأن تريد أن تضمن مصالح وما كاسب